اشتركوا في القناة وتعب وألم وحسرة بعد أن تزوجت وتركت ذلك المجتمع الذي كنت تعيش فيه وتبدلت الأوراق وتغيرت الظروف وتغير الزمن وشاءت الأقدار أن نتقدم بالسن وتتغير كل خياراتنا وكل انتقاءاتنا ومزاجنا تغير أصبحنا نحب الخلوة بدأنا من الآن نشعر بالأمان عند البعد عن الناس عن أكثر الناس أن نعيش لوحدنا نفكر في ذاتنا نلملم أوراقنا ونزهو بأنفسنا ونتحرر نتحرر من العبودية من الظلم من القهر من العدوان من القريب قبل الغريب ومن الصديق قبل العدو للأسف خذلان وخذلان وخذلان أيها المطارد أيها الهارب طالما أنك كنت بالشرق والطرف الآخر في الغرب وشاءت الأقدار أن تبعدكما عن بعضكم البعض وتغير الأحال والأحوال والسنوات والأعمار وحتى الأمنيات تغيرت وكل شيء تغير فلا داعي أن تلهث وتلهث وتلهث وأن تقاوم وتقاوم وتقاوم وتحارب نفسك عليك بلملمة أفكارك بهدو ذاتك بفهم نفسك فلا تعيش روحا من غير جسد وجسد من غير روح ولا تكون نصف ميت أو نصف حي إما أن تكون ميتا كاملا أو حيا كاملا خلاص ابتعد عن ذلك الأمل الخيال لعله يعود لعله يعود وتنتظر 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 يا ابنتي يا أختي يا ابني أيتها الزوجة الفاضلة أيتها المرأة يا أخي وصديقي وقرة عيني انتبهوا لأنفسكم واعتنوا بمن حولكم واقنعوا أنفسكم أنكم موجودين في هذه الحلبة الحلبة الأسرية في تلك البقعة البقعة التي أنتم عليها الآن فلا طول الأمل ولا الخيال والأوهام تبعدكم وتأخذكم من عائلاتكم وحتى من أنفسكم فأصبحنا عدة شخصيات وعدة وجوه ونتقلب 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 خلاص هو وجه واحد وذات واحدة وقلب واحد وعقل واحد عش حياتك كما أنت وتأقلم بها وإن لم تستطع فالله كفيل بك هو القادر على كل شيء هو القادر على أن يرد الظالم عنك عن الذين خذلوك وطعنوك وتخلوا عنك في أدفع سبب وفي أخف موقف وفي أصغر موقف تخلوا عنك فلا تبتأس يا صديقي ولا تحزن ودع الأيام تمشي لحين اللقاء لحين الفرج وكن واثقا بالله أنه على كل شيء قدير فلا تضحي بنفسك ودمك ولحمك وقدراتك وعقلك من أجل وهم وصراب قد يعود وقد لا يعود وإن عاد سيعود في وقت غير ملائم وغير مناسب ولن تستطيع أنت أن تكون مستعدا لاستقباله والالتقاء معه هيهات هيهات أن تعيد الماضي وهيهات أن تستبق الأحداث وقل ربي إني مغلوب فانتصر واتمنى تكونوا استفتوا من هذا الفيديو ومن هذا المقطع القصير وأي سؤال أو استفسار أو أي شيء تشعرون به اكتبوا لي في الكومنس في تعليقات السهل الفيديو أو أي سؤال أنا مستعد للإجابة إن شاء الله لا تنسوا اللايك سبسكراب وشير سلام عليكم من الله ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة